كان لدى بائع ملح حمار يستعين به لحمل أكياس الملح إلى السوق كل يوم وفي أحد الأيام اضطر البائع والحمار لقطع نهر صغير من أجل الوصول إلى السوق غير أن الحمار تعثر فجأة ووقع في المات فذاب الملح وأصبحت الأكياس خفيفة مما أسعد الحمار كثيرا ومنذ ذلك اليوم بدأ الحمار بتكرار الخدعة نفسها في كل يوم واكتشف البائع حيلة الحمار فقر أن يعلمه درسا في اليوم التالي ملأ الأكياس بالقطن ووضعها على ظهر الحمار وفي هذه المرة أيضا قام الحمار بالحيلة ذاتها وأوقع نفسه في الماء لكن بعكس المرات الماضية ازداد ثقل القطن أضعافا وواجه الحمار وقتا عصيبا في الخروج من الماء فتعلم حينها الدرس وفرح البائع لذلك العبرة المستفادة من هذه القصة القصيرة لن تسلم الجرة في كل مرة وقد لا يكون الحظ حليفك دوما ترجمة نانسي قنقر